أجواء قارسة البرودة في مناطق وسع من المملكة وأيضا رياح الصبا المغبرة تهب على مدينة جدة يوم الجمعة التفاصيل بعد قليل أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين في المملكة العربية السعودية تستمر الأجواء مستقرة خلال يوم الجمعة وخلال أيام قليلة القادمة في عموم مناطق المملكة لكن تبقى تأثيرات الكتلة الهوائية السيبيرية الشديدة البرودة بالتأثير خلال أيام القليلة القادمة على شكل درجة حرارة ما دون صفر المئوي في عموم المنطقة الشمالية خلال ساعات النهار هذه الكتلة الهوائية الباردة أيضا ستعمل على هبوب لرياح شرقية نشطة على سواحل وسط البحر الأحمر بما فيها مدينة جدة يوم الجمعة وهي ما تسمى محليا برياح الصبا التي قد تعمل على نشو موجات غبارية وأيضا تدني الرؤية الأفقية خلال ساعات صباح يوم الجمعة استعرض درجات الحرارة المقاسة خراءة توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم هذه الكتلة الهوائية الباردة السيبرية تبقى تتمركز في المنطقة الشمالية وصولا حتى أطراف العاصمة الرياض يوم الخميس خلال ساعة ليلة الخميس على الجمعة تنخفض درجات الحرارة لتلامس الصفر المئوي في مناطق واسعة من عموم المنطقة الشمالية وايضا الوسطى والشرقية بما فيها العاصمة الرياض يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تبقى درجات الحرارة باردة بشكل عام خلال ساعة النهار مرتفع جوي يؤثر على عموم هذه المناطق يدفع برياح شرقية نشطة السرعة على سواحل وسط البحر الأحمر بما فيها مدينة جدة خلال ساعة صباح يوم الجمعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار وأيضا تدني في مدى الرؤية الأفقية خلال ساعة ليلة جمعة للسبت تعاود درجات الحرارة الخفاضة في مناطق واسعة من المملكة تصبح محاول الصفر المئوي إلى ما دون الصفر المئوي خاصة في المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك نذاب الآن للعاصمة الرياضة وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء مستقرة وصافية لكن شديدة البرودة 7 درجات مئوية كحرارة مقاصة لكن المحسوسة 3 درجات مئوية فقط الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون شمالية معتدلات السرعة نقف العاصمة الرياضة وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة أو نذهب للتوقعات الجوية لبقاء المدن السعودية ليوم الجمعة نبدأها من المنطقة الشمالية أجواء مشمسة لكن باردة تبوك 16 إلى 4 سكاكا 11 إلى 2 وعرعر 11 إلى درجة مئوية واحدة فقط بالنسبة لمنطقة الغربية المدينة المنورة 21 إلى 9 جدة رياح نشطة وتربة مظهرة بفعل الرياح أو رياح الصبا 29 إلى 20 مكة المكرمة 29 إلى 19 وطا 22 إلى 13 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الجنوبية الغربية الباحة 16 إلى 10 أبهة 20 إلى 13 وجزان 28 إلى 24 درجة مئوية المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة مع 15 إلى 8 حفر الباطن 11 إلى 3 والإحساء رياح نشطة مع 13 إلى 6 درجة مئوية المنطقة الوسطى العصمى رياح 13 إلى 5 بريدة 10 إلى 3 وحائل 11 إلى درجة مئوية واحدة فقط إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء اشتركوا في القناة